السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ضمن شهوات ناني كنت اقترح عليكم اليوم الكيك الرخامي الجميل صراحة كنت نحضره في الانواع الكيك والكيك الرخامي من المكونات بسيطة وموجودة في كل بيت وطريقة سهلة وبسيطة تبعوا معي الفيديو وان شاء الله بسم الله سنبدأ اولا بتحضير المقادر للناشفة فنغربها كاملة ونضعها جانبا عندي اولا زوج الكيسان دقيق بالنسبة اللي كاس باش عبرت هو هذا اللي كتشوفه في الصورة يعني داك الكوب الكبير الساعة ديالو ميتين وربعين ميليلتر وهو باش نكمله قياس جميع المقادر سوف نقوم بتحضير المقادر والإناء ونغرب فيه جوج الأكواب ونصف ديال الدقيق سوف نضيف عليهم هنا يا عندي 2 كيس ونصف ديال الخميرة الكيموية او بيكين باودر الكيس فيه 8 جرام اذا انا استعملت 20 جرام ديال بيكين باودر وعندي هنا يا ملعقة كبيرة من نشاء او وغد نضيف هنا يا واحد القبيصة ديال الملح وغد نخلطه مزيدا وغد نحط هذا الوعاء اللي فيه النواشي في جانبين باش نبدأ نحطط العناصر السائلة عندي هنا يا واحد ثلاثة ديال البيضات كبار انا هنا عملت ثلاثة ديال البيضات كبار الى عندكم البيض صغير عملوا اربعة طبيعة الحال خديت واحد الوعاء وغد نكسر فيه ذاك البيض وغد ناخد نفس الكاس باش عبرنا باش نكمل الباقي العناصر عندي ثلاثة الاربع ديال الكوب ديال السكر والسكر كيبقال لكم للرغبة قللوا وكترو حسب ذوقكم عندي هنا اثنين كيس من السكر فانيلا وغد ناخد هنا يا تدرب الكهربائي او خلط الكهربائي او خلط الكهربائي وغد نخفق العناصر مزيان حتى يضعف حجمها عدة مرات ويبهات اللون ديالها غدي ناخد نفس الكاس غدي نعبر كاس لربع ديال الزيت وعندي هنا يا واحد الكاس ديال الياغورت طبيعي بدون نكها بدون سكر الكاس وزنه مية وعشرة غرام او ما يعادل نصف كاس او نصف كوب ديال الجوز الهند او الا الكوك غدي نضيف حتى هو وغادي نخلط مزيان هنا يا غادي ناخد واحد الكوب ديال الحليب يكون في حرارة المطبخ وغادي ناخد غادي نضيف ذاك الدقيق يعني دوك النواشف اللي خلط في ذاك الاناء الاول غادي نضيفهم بالتناوب مع الحليب اللي عندي الحليب كما اشرت إلا كان في حرارة المطبخ كان بها طلعتوه مباشرة من تلاجة فاحطوه غير واحد شوية فوق النار يعني ماشي ولي مغلي ولا ولا ساخن مجرد ياخد الحرارة ديال الجو مهم ما يكونش بارد غادي نضيفوه طبعة شوية ديال الخليط ديال الدقيق والباكين باودر والناشا وشوية من الحليب كان نبقوا كان خلطه مزيان حتى كان حصله على واحد الخليط متجانس انتم ما كتلاحظوا القوام ديال الخليط كدير هنا غادي ناخد واحد الاناء اخر ودك اللي خلط فيه نت دقيق غادي نفرغ فيه زوج مع القكبار ديال كاكاو كاكاو المر او السادة واحد المعلقة كبيرة ديال السكر بودرة وغادي نخلط مزيان وباش غادي ندوب هاد العناصر هاد الكاكاو مع السكر غادي نضيفوه شوية ديال الحليب اه الحليب تهوه الى كان بارد بزاف يعني يسخنه هاد واخد سخنه غير باش يدوب داك الكاكاو السكر غادي نضيفوه تقريبا اربعات لماع القكبار هاكدك باش يدوبوا لكم داك السكر مع الكاكاو ها تخلطوه مزيان حتى تختفي كل التكتولات ومن بعد غادي ناخدو داك الخاليط البيض ديال الكاكاو اللي حضرنا اولا وغادي نفرغ منه تقريبا واحد الكوب حتى الكوب ونصف دوك باش عبرت تقريبا هاكدك غادي نضيفوهم على الخاليط ديال الكاكاو وخلطوه مزيان يعني القدر باش غادي نعملو داك داك الترخام يعني باش غادي نرخمو الكاكاو خلطوه مزيان عندما تلاحظو الخاليط كدير را يكون خف شوية من ذاك الخاليط ديال الكاكاو هادي ناخد هنا واحد القالب هادي كان عندي كبير شوية القطر دياله ستة وعشرين سنتيم وعالي دهنتو مزيان بالزبدة ورشيتو بالضقيق طبعا الحال غادي نبقى نفرغ فيه الخاليط البيض يعني غادي نقسمو تقريبا على زوج ديال القياسات نصل وغادي نفرغه دابا وغادي نحود داك الخاليط القهوي او الخاليط الكاكاو غادي نفرغ حتى هو النص دياله وغادي ناخد واحد العود وغادي نبدأ نقلب غادي نقلب ماشي بزاف غير واحد شوية باش يتخلط شوية مع داك الخاليط البيض وغادي نعود ثاني نفس العملية لي غا نفرغ النصف المتبقي من خاليط الكاكاو وغادي ناخد الخاليط ديال الكاكاو وغادي نفرغ كله تواب مرة واحدة من الفوق وغادي نعود نفس العملية لي هي انني غادي ناخد واحد 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 القطيب ديال العود وغادي نبقى نقلب واحد شوية تابعة الحال فيديو كي شرحها راسه وغادي نعمل واحد تقليبة هكذا فهذه الأثناء هذي غادي نكون انا نمسخنا الفران مزيان من فوق ومن تحت هذا الفور الكهربائي سوف يصحن مزيان على حرارة 180 درجة سوف ننزل واحد شوية سوف ندخلها بين 170 و180 وغادي ندخل القلب لاحظوا انني خبطت القلب خبطاتها كدولة 3 ودخلنا الكيك الكيك ياخد ما بين 45 حتى 50 دقيقة في اقصى الاحوال طبيعة الحال يدوز 40 دقيقة سوف تشمو راحة الكيك سوف تبدو في اختبارات الطهي سوف تدخلوا واحد العويد صغير سوف تختبروا بها الطهي سوف تشوفوا واش طاب الكيك او ما زال اذا لم تتحمرت لكم شو من الفوق فتحوا الشواية من الفوق بالنسبة للطهي ديال الكيك طول المدة يكون الفرن مفتوح من تحت فقط اشتركوا في القناة